وفي الصيحة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه وقوله عليه الصلاة والسلام فليطعه هذا هو جواب الشرط وهو فعل مضارع فالزوم بلام الأمر وهذه صيغة أمر ضمن أربع صيغ فإن الأمر يأتي وله أربع صيغ صيغة افعل والصيغة الثانية المصدر النائب عن فعله كقوله تعالى فضرب الرقاب يعني اضرب الرقاب والثالث اسم فعل الأمر فقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم عليكم يعني الزموا والصيغة الرابعة هي الفعل المضارع مع علام الأمر كما في هذا الحديث ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه القول في من هناك القول في من السابقة وقوله عليه الصلاة والسلام فلا يعصيه يشمل المحرم فقال بعض العلماء يشمل المكروهة فيكون النهي في قوله عليه الصلاة والسلام فلا يعصيه يكون نهي تحريم إن كان هذا النذر محرمة ويكون النهي نهي تنزيه إن كان النذر مكروهة وهذه هي صيغة النهي فالنهي له صيغة واحدة فهو يختلف عن الأمر الأمر كما سبق له أربع صيغة أما النهي فله صيغة واحدة وهو الفعل المضارع المسبوق بلا الناهية فقوله عليه الصلاة والسلام فلا يعصيه لا هنا ناهية دخلت على الفعل المضارع والأصل في النهي هو التحريم إلا إذا ورد دليل يخرج هذا النهي عن التحريم إلى الكراهة وإلا فالأصل في النهي التحريم كما أن الأصل في الأمر هو الوطوب